موسيقى صباح الخير فقرة جديدة بفقرة التغذية لليوم واليوم رح نحكي عن شغلة كتير مهمة خاصة للصبايا الصغار اللي تجوزوا جديد كتير عم يسألوني خاصة اللي هلأ لسه بلشوا عم يطبخوا العروسات الجداد اللي عم بيفكروا كيف دون يتعلموا طريقة الطبخ عشان هيك اليوم حبينا نحكي بالفقرة تبعة التغذية كيف بدنا نتعلم أساسيات الطبخ الصحي أهم إشي كمان فعشان هيك بدنا نحكي عن مبادئ أساسية يمكن ما رح تكون كمان الفقرة كافية اليوم لنغطي كل إشي لكن رح نركز على الإشكال الأساسية اللي لازم أي ست بدها تدخل للمطمخ جديد وتبدأ تتعلم الطبخ إنه تبدأ تتعلمها بالطريقة الصحية ودايما لما منحكي أساسيات طبخ صحي منفكر بشو؟ شو بدنا نعمل نحنا بهذا الطبخ الصحي وليش منسميه طبخ صحي؟ يعني كلمة طبخ صحي عم بتكون كتير كلمة كبيرة وكلمة مطاطة علشان هيك نحنا منقول بدنا نركز على إشي أساسية حتى نعتبر إنه الطبخة تبعتنا لليوم عم بتكون طبخة صحية أهم إشي لما نحنا بدنا نطبخ إشي ويكون بطريقة صحية إن نتعود ونتعلم أكتر الأسس الأساسية للسلام الصحية يعني كيف نحنا بدنا يكون عندنا سلامة بغدائنا ما نتعرض لتسمم غدائي ما نتعرض لتلوط غدائي فأول إشي منفكر فيه لما نحنا بدنا نعمل طبخة صحية إنه يكون الطبخة تبعتنا آمنة صحية والإشي الثاني كمان اللي منحكي عنه بالطبخة الصحية إنه نحنا كيف منقدر نحفظ أكبر عدد من الفيتامينات والعناصر الغدائية يعني نحنا ما بدنا بالطبخة تبعتنا نخسر كل الفيتامينات والعناصر الغدائية اللي موجودة بالمكونات اللي عم بستعملها والإشي الثالث اللي هي بطريقة الطبخ سواء كانت بطريقة التحضير أو بطريقة التقطيع أو الطريقة اللي رح أستخدمها أنا بالطبخ فهذه الثلاثة أشياء هما اللي رح أركز عليهم اليوم بالطبخ الصحي تبعنا وأول شي لما منحكي سلامة غدائية كتير منفكر أكتر شي بالأغذية اللي بسرعة بتخرب أو سريعة التلف واللي هي زي الدجاج أو اللحوم والبيض والحليب عشان هيك ضروري منقول لحتى يكون طبخنا صحي وآمن صحيا يعني ما عم يتعرض للتلوث ضروري إنه أنا أحط دايما الأكل اللي بيخرب كتير بسرعة بالتلاجة والأهم من هيك كمان إنه لما أنا أطلعه من الفريزر ما أتركه على الطاولة لعشان رح يتعرض أكتر للتلوث والإشي كمان اللي كتير مهم هي عدم الخلط يعني ضروري كتير إنه لما أنا برتب الأغراض بالتلاجة أو حتى أرتبهم على الطاولة ما أخلط الإشياء اللي بتخرب كتير بسرعة أو الإشياء اللي بدها تنطبخ مع الإشياء الطازة يعني ما أخلط مثلا اللحوم والدجاج والأسماك أو البيض اللي مش مطبوخ ويكون جنبه مثلا خضار فضروري حتى على طاولة التحضير كمان إنه نحن ما نخلط المواد سريعة التلاف أو المواد اللي بدها تنطبخ مع المواد اللي ما بدها تنطبخ هيك بكون فصلت على الأقل المايكروبات وما عرضت عائلتي للتلوث اللي ممكن يكون نتيجة الغداء هلأ غير السلامة الغدائية بهاي الطريقة كمان حتى السلامة الغدائية بطريقة الطبخ إنه الدجاج واللحوم والبيض ضروري إنها تنطبخ لدرجة الاستواء الكامل حتى برضه تؤتل البكتيريا اللي موجودة بهاي الطبخة هذا من ناحية السلامة الغدائية طبعا فيه كتير أسس تانية كمان نحن بنحكي عنها لكن بنحكي عنها بالتفصيل لما نحكي عن السلامة الغدائية لكن الأساسيات الرئيسية عدم خلط المواد وفصلها أكتر أسف اليوم شكرا عم بحكي كتير بسرعة عم بنخلط بالأحرف بعض الشيء وخاصة عم بتكون الصا مع الداد فحكينا عن فصل المواد أول شيء هلأ بدنا نحكي أكتر عن طريقة التحضير كيف أنا طريقة التحضير تبعتي بدها تكون صحية وكيف كمان بدها تكون آمنة غدائية ضروري كتير أول شيء بنحكي عنه عملية فصل اللوح التقطيع وهاي يمكن سرنا حكينا عنها أكتر من مرة إنه يكون عندي لوحين تقطيع ويكونوا مختلفين تماما يعني لوح التقطيع اللي بدي أستعمله للإشياء اللي بتخرب بسرعة زي الدجاج أو اللي بدها تنطبخ ما يكون نفس لوح التقطيع اللي أنا بأسم عليه الصلطة وضروري فصله مش بس اليوم أو بكرة دايما خلص يكون مثلا اللون الأسود عندي بالمطبخ للإشياء اللي بدها تنطبخ والإشياء الطازة يكون مثلا لون أصفر فأحاول أفصل دايما بالواحة التقطيع حتى لو تمت عملية التنظيف أقدر أكون اتأكدت إنه نحن ما عم نخلط أبدا هاي المواد أبدا مع بعضيها إشي تاني كمان بطريقة التحضير كتير مرات نحن منطلع الأكل قبله بوقت برة خاصة اللي بيكون بالفريزر ومنحطه وبعدين منقطعه ضروري كتير إني أحطه زي ما قلنا بالتلاجة ما أخليه معرض لدرجة حرارة الغرفة علشان تكون عملية التقطيع والتحضير كمان صحية الإشي التاني كمان قلنا من عمليات التحضير اللي بتهمنا لحتى يكون الأكل عندنا صحي إنه نحن ما نخسر كتير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغدائية اللي موجودة فيها وهذا باعتمد أكتر كمان على الخضار فدائما بحاول أقلل عملية التقطيع مدتها وكمان حجم التقطيع يعني السلطة إذا بأسم مثلا الخيار لقطع كتير صغيرة بكون عرادة سطح أكبر للهواء وعرادة أكتر الخضر هاي إنها تخسر من العناصر الغدائية اللي موجودة فيها فكل ما كانت القطعة تبعتي أكبر بيكون أفضل لإلي بيكون أللت من تعرض هاي الخضار أو المواد اللي أنا عبي استعملها للجو العام وبالتالي أللت من الخسارة خاصة إذا كنت كمان بدي أحضرها الإشي الثاني بعمليات التحضير كتير نحن بنستعمله اللي هو نترك السلطة قبل بفترة كتير طويلة دايما منقول إنه الإشي اللي بدي أتناولها طازجة بحاول إني ما أطعها قبل بفترة كتير طويلة عشان برضو أحافظ على العناصر الغدائية اللي موجودة فيها خاصة للفيتامينات اللي ممكن إنها تكون تخسر نخسرها كتير بسرعة بالهواء الإشي الثاني كمان بطريقة التقطيع اللي هي كيف أنا بدي أحط الخضرة إذا بدي أطبخها منحاول دايما للنكهة حتى كمان إني ما أضيف الخضار من أول الطبخة وحاول دايما إني أدخلها بآخر الطبخة حتى إذا كان في بعض الفيتامينات بتتأثر بالحرارة أو تتأثر بالسائل اللي موجود مثلا خاصة إذا كان مي أو سلق أو إشي زي هيك ما أكون خسرت كمية كتير كبيرة من العناصر الغدائية الفيتامينات اللي ممكن تتأثر بالحرارة أكتر هاي بناحية التقطيع هلا إشي تاني كمان نحنا بتحضير الوجبات طبعتنا منستعمله كتير لهوة عملية النائع وهون بتم أكتر خسارة أو أكبر خسارة للفيتامينات خاصة الدائبة في الماء اللي هي فيتامينات المجموعة بي وفيتامينات سي هدول كتير بسرعة منخسرهم إذا كانوا دائبين بالماء فعشانك إذا أنا بدي أنقع شغلة بحاول أول شي إنه كمية المية تكون كتير قليلة حتى ما أخسر كمية كتير كبيرة وإذا كان في طريقة طبخ بديلة عن النائع زي مثلا إني أسلقها سلقة صغيرة أو إنه ما أعرضها لكمية مية كتيرة أطبخها على البخار بيكون كتير أفضل من إني أنقع لفترة طويلة كتير هاي بالنسبة لموضوع النائع وخاصة للحبوب أو الإشياء اللي نحنا نستعملها أكتر ومننقعها قبل بيوم لحتى نخفف من الصلابة تبعتها وتكون طرية أكتر بالأكل هذا التحضير الأساسي كيف أنا بقدر أتبع أسس صغيرة هلأ جينا للجزء الأهم كتير واللي هو طريقة الطبخ واختيار المكونات بطريقة الطبخ عنا أكتر من شغلة ممكن إنه نحنا نضيف فيها قيمة غدائية للطبخة تبعتنا وممكن إنه نحنا نخسر كتير من القيمة الغدائية الموجودة بالطبخة عنا من أهم الإشياء أول شي شو المواد اللي أنا بدي أبدأ استعملها بالطبخة تبعتي والهي المواد اللي جايبة جزء منها اليوم أول إشي مثلا إنه نبدأ إذا أنا لسه عروس جديد وعم بحضر المكونات اللي عم بشتريها للطبخة تبعتي أدور على المكونات الصحية أكتر يعني نحاول نشتري مثلا طحين أمح كامل ما يكون الطحين اللي عنا بالبيت بس طحين أبيض فهون بيساعدني إذا أنا أي طبخة بدي أدخل فيها الطحين بحاول إما أعمل نص نص مثلا نص من الطبخة طحين أبيض ونص من الطبخة تكون من طحين الأمح لحتى أكون دخلت بعض من الألياف وبعض من الفيتامينات اللي بتكون كمان والمعادن الموجودة بالإشارة الخارجية للأمح وحكينا كتير عن فوائد الألياف كمان أدي ضروري إنها تكون موجودة فعشان هيك أول شي بنستعمل إنه نحنا نبدأ ندخل شوي أكتر من الطحين الأمح يكون موجودة عنا بالبيت ممكن حتى بالماكروني الإشي الثاني كمان اللي بأدوات التحضير اللي أنا بدي أشتريها جديد عشان أبدأ أطبخ أكتر إنه نحنا نبدأ نستعمل البهارات أكتر ما منستعمل الملح معروف كتير إنه الملح من الإشي اللي نحنا كتير منحاول نقللها لأنها كتير بتقللها تأثير أكتر على أمراض القلب وأمراض الضغط خاصة فعشان هيك منحاول كتير نقلل استعمال الملح ونركز أكتر على استعمال البهارات فببدأ مثلا أجيب القرفة أكتر بجيب الأعشاب خاصة مثلا زي المرمية أو الزعتر الناشف أو حتى البقدونس والنعنع هدولي كلهم بيعطونكها إضافية صحية للأكل وبيلغوا فكرة أني أنا أو أكون مضطرة أستعمل كمية ملح كتير أكبر على الطبخة تبعتي فلفل أسود وراء الغار كل هاي من الإشياء اللي بتساعدني أني أقلل الملح واللي هو من أهم الإشياء اللي منحاول نستعملها نقللها بالمكونات الرئيسية اللي منستعملها بالطبخة تبعتنا إشي تاني كمان من المكونات اللي نحنا منحاول نقلل استعمالها هي السكر أكيد فعشان هيك منحاول دائما ندور على الوصفات اللي ممكن أستبدل فيها السكر بالفواكه أو أستبدله بالقرفة اللي بتعطيني كمان نكهة حلوة وبتخليني أستغني عن جزء أكتر من السكر زي ما منفكر بإشياء نقيمها من الأكل منفكر بإشياء نضيفها أكتر لطبخة تبعتنا لحتى تصير صحية أكتر مندور كتير على مثلا البذور والحبوب اللي بتعطي قيمة إضافية زي مثلا حبوب الشوفان اللي منستعملها لحتى انتخن الشوربة إذا بدنا قوامها يكون أكتر كثيف بدل من نستعمل لطحين الأبيض ممكن نستعمل الشوفان برضو الإشياء اللي منضيفها أكتر زي بذور الكتان حكينا أكتر قدي مفيدة وبذور تشية نحاول برضو ندخلها بالوصفات والمقادير تبعتنا لحتى نضيف قيمة غدائية أكتر للطبخات تبعتنا إذا بدي أضيف أكتر من الأميغا بدخل كمان جزء من المكسرات بالطبخة تعطيني قيمة إضافية أكتر للطبخة تبعتي وكمان ما بننسى الخضار اللي ضروري أحاول كتير أدخلها وخاصة من الأعشاب كمان البصل والتعمة اللي بعته نكهة إضافية وبعته مواد مضادلة الأكسدة ومضادلة للالتهاب فهيكي أنا بكون قيمة جزء من الإشياء اللي سيئة أو اللي بنقول من خفف منها وضفت إشياء بتعطي قيمة غدائية للطبخة تبعتي بالمكونات اللي أنا بدي أستعملها هلأ الإشي الأساسي بيبقى اللي هو طريقة الطبخ يعني هل أنا بدي أسلع هل بدي أشوي هل بدي أقلي هل بدي بس أقل بالأكلة هون جزء كتير مهم وكتير مهم مش بس بالطبخ الصحي مهم بالسلامة الغدائية مهم بالسعرات الحرارية ومهم بالمحافظة كمان على نسبة الكوليسترول فأول إشي منركز عليه بموضوع الطبخ الصحي هو استعمال الدهون النباتية بدل الدهون الحيوانية يعني بحاول أركز أكتر على زيوت النباتية زي زيت الزتون، زيت عباد الشمس، زيت الدرة، زيت الكنولا هذا من الإشياء الرئيسية اللي بستعملها الإشي الثاني كمان اللي هو أبدأ استعمل طريقة الطبخ اللي أكتر صحية نقلل كتير من الإشياء اللي على الغاز اللي بدها قلي كتير ونحاول نركز على الإشياء اللي بالفرن لأنه بكون أنا ما ضفت كمية زيت كتير كبيرة ولما بحكي ضفت كمية زيت كتير كبيرة على طول بتذكر الفرشاي وهاي من أهم الإشياء اللي أول إشي لازم نشتريها بالمطبخ تبعنا حتى يكون مطبخنا صحي والسبب إنه لو أنا جيت بدي أعمل طبخة وبدي أستعمل الزيت العادي وأديره بالطنجرة رح أكون حطيت كمية زيت كتير أكتر من الكمية اللي أنا بديها عشاني كان إحنا منفضل دائما حتى لو الزيت إشي صحي لكن برضه منستعمله بكميات أقل منحب دائما نستعمل الفرشاي لأنه بيكون فيه تحكم أكتر بتوزيع الزيت بالطنجرة أولا وبرضه بيكون فيه تحكم أكتر للكمية اللي أنا بستعملها عشان هيك بتكون الفرشاي طبعة الزيت من أهم المكونات أو الأدوات اللي لازم أي عروس جديد تشريها أول إشي بالمكونات طبعتها حتى ما تضطر إنها تدير كمية كتير كبيرة من الزيت نستعمل الفرشاي وزي ما قلنا منحاول مش غلط إحنا نقل الطبخة طبعتنا نقل الجاج بكمية الزيت لكنها تكون كمية قليلة منبعد كتير عن إنه ندير كمية زيت كتير كبيرة ونبعد كتير عن الحرارة العالية بعض الأحيان منحط الزيت ومنتركه حرارة عالية وهون منكون عم منعرض الزيت للأكسدة أكتر وهي واحدة من الإشي اللي منحاول إنقللها عادة بالطبخ طبعنا نستعمل الفرشاي منحط كمية زيت قليلة ما منعلي الحرارة كتير وعلى طول منضيف المكونات منقلبها معها لحتى ناخد كمية حتى ناخد النكهة اللي نحنا بدنا إياها وحتى لو كانت زيت زتون وهاي شغلة كتير مهمة لأنه كتير ناس بتفكر إنه لما بنحكي نحنا زيت زتون يعني بقدر أستعمله بكميات كتير كبيرة زيت الزتون أكيد صحي أكتر من السمنة وصحي أكتر من بقية أنواع الزيوت لكنه بنفس كمية السعرات الحرارية تبعت الزيوت كافة عشان هيك برضو زيت الزتون لو بدي أستخدمه باستخدمه بكميات قليلة وبالذات زيت الزتون ما بعرضه لحرارة كتير عالية لأنه كتير بسرعة بيتأكسد فعشان هيك استخدام الزيت بالمطبخ كتير مهم لكن نستخدمه بكميات قليلة نيعطي النكهة ونبعد كتير عن الأكسدة نبعد كتير عن الكميات الإضافية اللي ما رح تعطي نكهة ورح تأثر على قلبنا ورح تبدأ عنا المشاكل الصحية تزيد أكتر النكهة بأخذها أكتر زي ما قلنا بالإبهارات اللي أنا بدخلها بأخذها بطريقة الطبخ اللي أنا عم بستعملها أكتر من إني بس أزيد كمية زيت أكتر لحتى تصير الطبخة طبعتي صحية أكتر أو نكهتها أطيب فعشان هيك منركز زي ما قلنا مرة تانية على السلامة الغذائية منركز كيف نحفظ أكتر الفيتامينات والمعادن من غير ما نستغني عن النكهة ومنركز كتير على طريقة الطبخ نعتمد أكتر على الشوي نقلل كتير من السلق لأنه بيخسر كتير من كميات الفيتامينات لأنها بتدوب كتير بالماء ونستعمل أكتر البخار إذا كنا بدنا نسلع الطبخة وزي ما قلنا منقلي إشياء صغيرة أحسن كتير من إنا نحنا نقليها أو نغمسها بالزيت بكميات كتير كبيرة هيك بيكون لخصنا الإشياء الرئيسية بالطبخة الصحي أكيد طبعا في كتير معلومات أكتر إن شاء الله منركز عليها كمان بالحلقات الجاي لكن اليوم حبيت أركز أكتر على الإشياء الأساسية بالمطبخ لما أي واحدة بدها لسه تبدأ تفوت على المطبخ وتبدأ تحضر الطبقة تبعها ما بتكون لسه عارفة من وين تبدأ ناخدها تدريجي وبتصير العملية بعدين أوتوماتيكية وبتصير كتير أسهل هيك منكون خلصنا فقرة التغذية لليوم هلأ بترككم مع باقي فقرات دنيا يا دنيا وأكيد بنهايتها بالطبخ الطيب كمان والصحي مع ديما اشتركوا في القناة